تحياتي لجميع معكم أبو ميلاد في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف أتحدث عن كيفية تصوير نفس الشخص عدة مرات في نفس الإطار أو الصورة هذا النوع من التصوير له جزئين الجزء الأول هو تقني تصويري والثاني هو منتاج أو فوتشوب عن طريق الكمبيوتر وتحديدا عن طريق بنامج Adobe Photoshop سوف أركز أكثر على الجانب التقني التصويري وأيضا شرحي للفوتشوب سوف يكون بسيط حتى يناسب كل شخص بداية لتصوير مثل هذه الصورة أولا تحتاج إلى حامل ثلاثي لوضع وتثبيت الكاميرا ثانيا ممكن تستعمل Remote Control أو كابل لتصوير أو ممكن تستعمل مؤقت ذاتي في الكاميرا والمقصود هو أن تصور عدة صور بفارق زامني تسمح لشخص بالتحرك بين مشهد ومشهد ثالثا أن تقوم بالتصوير بوضع يدوي كامل فاتحة العدسة سرعة الغالق حسينة المستشعر للضوء والفوكوس كلها يدوية وثابتة والسبب إذا قمت بتغيير أي قيمة من هذه القيم فإن الإضاءة سوف تتغير وهذا الأمر سوف يؤدي إلى صعوبة في دمج الصور بعد ذلك عن طريق بنامج الفوتشوب النقطة الرابعة هي أن تقوم بدراسة المشهد أو ببناء المشهد الذي تريد أن تصوره في هذه الحالة يوجد عندي هنا ابني لقد قمت بتفسير لابني بكيفية الجلوس أيضا تغيير تعبير وجهه وحددت له أن بين الصورة وصورة يجب أن ينتقل من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية إلى النقطة الثالثة إلى النقطة الرابعة فالنقطة المهمة هو أن تتخيل المشهد فعمليا الشخص الذي تريد أن تصوره يجب أن تشرح له الفكرة وطريقة عمل هذه الفكرة خامسا الهدف من هذا الشرح هو ليس التقليد وإنما هو إعطائك المجال للإبداع فعمليا بعد الانتهاء من هذا الشرح كل شخص يستطيع أن يقوم بمثل هذه الصورة ولكن هذا ليس المطلوب المطلوب هو أن تساعدك هذه التقنية على الإبداع والتفكير بأفكار فيها نوع من الإبداع فبنصح الجميع يجربوها ولكن يحاولوا يفكروا سيناريو أو مشهد مختلف أيضا نصيحة إضافية حاول أن تكون الصور متتالية بالسبب أن الإضاءة ممكن تختلف بشكل سريع مجرد حركة الغيوم ممكن أن تؤثر على الإضاءة في المشهد وهذا الأمر سيؤدي إلى حصول على صور بإضاءات مختلفة وكما ذكرت هذا الأمر سيؤدي إلى الصعوبة في دمج هذه الصور في برنامج الفوتشوب الآن سوف ننتقل إلى القسم الثاني وهو دمج الصور عن طريق برنامج الفوتشوب فيوجد عندي هذه الأربع صور كما تلاحظوا وأيضا لاحظوا في هذه المنطقة إعدادات الصورة فتلاحظوا أنها متساوية 100% وهذه نقطة شرحتها في بداية الفيديو فعمليا سوف أقوم بفتح برنامج الفوتشوب وجلب هذه الصور إلى داخل برنامج الفوتشوب فلأنا الآن موجود في برنامج الفوتشوب عندي هذه الأربع صور الآن سوف أقوم بعملية دمج لهذه الصور في إطار واحد أو صورة واحدة والصورة سوف تحوي على أربع طبقات فكل طبقة تمثل صورة من هذه الصور ولعمل ذلك سوف أذهب إلى فايل ومن ثم سكريبتس ومن ثم سوف أختار Load Files Into Stack سوف أتظهر لهذه النافذة وسوف أختار إمكانية Add Open Files المقصود هنا إضافة الملفات المفتوحة أي الملفات الأربعة التي قمت بجلبها إلى داخل برنامج الفوتشوب ومهم جدا أن تختار هذه الإمكانية في الأسفل وهذه الإمكانية سوف تقوم بعمل موازنة للأربع صور لكي تكون مطابقة مئة في المئة وهذا مفيد إذا في حالة أن الكاميرا أو زاود الكاميرا تحركت بشكل بسيط فعمليا هذه الإمكانية سوف تقوم بتصليح هذا الأمر وبعد ذلك سوف أضغط على OK في الآن أصبح عندي الآن ملف جديد وتلاحظوا هنا يجد عندي أربع طبقات سوف أقوم بكل طبقة فعملين هذه الطبقة الأولى أي الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية وهذه الصورة الثالثة وهذه الصورة الرابعة وتلاحظوا أن الشيء الوحيد الذي يتغير هو مكان جلوس ابني تلاحظوا هنا تلاحظوا هنا تلاحظوا هنا فعمليا إذا قمت بقس صورة ابني في كل موضع وألساقها فعمليا سوف تقوم بعملية دمج وأيضا للتوضيح هنا هناك عدة طرق لعملية الدمج ممكن عن طريق شيء يطلق عليه ماسكينج أي قناع أو عن طريق كما ذكرت قصف ولسق أو عن طريق أن تقوم بمسح كل شيء في داخل الإطار وتبقي صورة الشخص وأيضا قررت أن أتبع أسهل طريقة لحتى الأشخاص اللي ما في عندهم فكرة عن بنامج الفوتشوب يقدروا يعملوها مرة أخرى هناك عدة طرق ولكن قررت أتبع أسهل طريقة وأبسط طريقة حتى يكون الأمر واضح للجميع فعمليا سوف أختار أن تكون الطبقة الأخيرة هي طبقة الأساس وسوف أقوم بمسح كل شيء في كل طبقة وأدمجها فعمليا دعنا نبدأ من الطبقة التي من فوق سوف أقوم باختيار أداة المسح وسوف أقوم بتكبير حجم الفرشاة بهذا الشكل هنا وسوف أقوم بعملية المسح بهذا الشكل فعمليا سوف أترك المساحة التي يتوجد فيها ابني في الإطار وسأمسح كل شيء بهذا الشكل طبعا يجب أن تقوم بهذه العملية بشكل دقيق بس سوف أقوم بهذه العملية بشكل سريح حتى أوضح الفكرة قمت بمسح كل شيء تقريبا الآن سوف أظهر الطبقة الأخيرة والتي قررت أن تكون هي الأساس فتلاحظوا كيف أن عملية الدمج تمت بسلاسة وبشكل جميل الآن سوف أخفي الطبقتين الأولى والأخيرة وسوف أظهر الطبقة الثانية وسوف أقوم بنفس الأمر وهي عملية مسح كل شيء ما عدا صورة ابني في الإطار بهذا الشكل الآن سوف أظهر الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة وتلاحظوا كيف أن عملية الدمج حصلت الآن سوف أقوم بنفس الأمر على الطبقة الثالثة والأخيرة فالآن سوف أظهر جميع الطبقات طبعا خلال المسح شوي هنا بمسح جزء ولكن مرة أخرى يجب أن تقوموا بعمل المسح بشكل دقيق طبعا للتوضيح واختصال الوقت قم بذلك بشكل سريع ولكن مرة أخرى بتأمل كون وصلة الفكرة فعمليا هيك تمت عملية دمج هذه الصور مرة أخرى للتوضيح هذا شرح ليس عن الفوتشاب وإنما توضيح طريقة التصوير فعمليا مهم جدا أن تتقايد في النصائح التي ذكاتها في البداية وأيضا إذا ما في عندك خبرة في مجال الفوتشاب ممكن تستعيم الصديق ليقوم بعملية الدمج ففي النهاية إذا في أي شخص عنده السؤال بتعلق في هذا الدرس أو دروس أخرى ممكن يرسلني على صفحتي على الفيسبوك أو يترك تعليق في أسفل الفيديو وأتمنى لجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد